هناك أمور نادي الزمالك حصلت قبل المباراة منها؟ منها مساء يعني البعض كان يتخيل أن أبو جبل هو اللي هيكون حارس مرمى لنادي الزمالك في المباراة حارس المرمى الأساسي في هذا اللقاء وفوجة الجميع أن أبو جبل مصاب أبو جبل كان في المنتخب بيتمرن بشكل أساء يعني بيتمرن الرجل في المنتخب والأمور بالنسبة له يعني طبيعي ما فيش أي مشكلة خالص فوجة الجميع أن أبو جبل مصاب ومش هيلعب مطش القم ليه؟ عشان إيه؟ إصابة موجودة هنا دورة نادي الزمالك كان فيه خبر النهاردة لو كل متابع أخبار رياضية النهاردة أخبار الكرة في مصر إن حالة محمد أبو جبل التحقيق نظراً إن الراجل يعني تدعى أو ادعى الإصابة وبالتالي هيتم التحقيق وما مرضاش حتى كمان يقعد على دكة البودلاء في مطش الزمالك مطش الأمس وده يعني أعتقد في الكرة يعني ما يصحش في الكرة ما يصحش بالنسبة اللعيب كبير ما يصحش بالنسبة إنه اللعيب بيلعب في نادي كبير ما يصحش دي حاجات كتير جداً لنادي زمالك محمد أبو جبل نقطة الأهم إن إدارة نادي زمالك يعني في اتجاه لاتخاذ قرار بالاستغناء عن محمد أبو جبل تماماً يعني الكلام طبعاً هو نضف نادي سعودي والأمور اللي كانت بتتقلق بك لكن نادي زمالك أخد قرار أو واخد قرار ممكن تكون من فترة بالاستغناء عن أبو جبل والاعتماد بقى على العواد والحراس المتواجدين داخل نادي زمالك وزا جات بقى الموقف بتاع انبارح وجي الموقف بعدم وجود أبو جبل إنه هو مش عايز يعد على ديكة البودلاء وفي نفس الوقت إنه بيدعي الإصابة وحالته للتحقيق بتأكد إن الأمور مع أبو جبل بتتجه إلى الاستغناء بشكل كبير أو الاستغناء فعلاً عن أبو جبل في الموسم القادم ودي بقى رأي إدارة وهم فكرهم وهم اللي عارفين وهم المصادر بالنسبة لهم داخل الفريق وإحساسهم والأمور الخاصة لأنه فيه دكتور ممكن دكتور اللعيب ييقول له أنا مصاب ولكن طبعاً بالتشخيص الدكتور بيبقى فاهم وعارف فيبلغ الإدارة والإدارة لو سألته الوضع العيب ما فيهش حاجة بس هو رجل واضح إنه هو مش عايز يلعب وده ممكن يكون فعلاً موجود عند أبو جبل ليه الهدف؟ هل الهدف من أبو جبل إنه مايلعبش المبراء يقول إنه هو مصاب عشان هو هيقعد على دكتور بودلاء ولا أمور أخرى من إنه هو مثلاً مضى عقد أو أخذ عربون أو أمور ممكن تكون موجودة بالنسبة له لانتقال لنادي آخر في كلتا الحالتين غلط بالنسبة للعب وجوده إنه هو يسيب علامة جيدة مع فريقه مع جماهيره أعتقد ده شيء مفروض يبقى موجود عند العيب كبير والعيب منتخب مصر ده من وجهة نظري الشخصية مع أبو جبل لك أنا زي بقول لكم يعني إدارة ناتزة مالك في اتجاهنا تاخد القرار وتعلنه بشكل رسمي للاستغناء عن أبو جبل وفي نفس الوقت طبعاً الأمور الخاصة بالتحقيق والإجراءات التحقيق وممكن ما يتبع بعد كده من إجراءات ونتاج التحقيق إنه ممكن بخصومات وأمور ممكن خاصة بمحمد أبو جبل وبالتالي هيبقى فيه الاعتماد الكلي الفترة القادمة على عواد في حراسة مرمى نتزة مارك حتى نهاية المصر